وهكذا تستمر الحياة نظم نادي البيئة بمدرستنا رحلة دراسية إلى محمية إشكيل وفي اليوم الموعود قصدنا المكان وفي أذهاننا أسئلة وفي قلوبنا رغبة في اكتشاف المكان توقفت الحافلة في ماء والسيارات فنزلنا مسرعين لنكتشف البحيرة قال معلمنا هذه الحديقة من أشهر المحميات في العالم لأن الطيور المتنوعة التي تحط بها كل سنة تأتي من بلدان بعيدة وتقضي إلى جانب الطيور المقيمة كامل فصل الشتاء في مياه البحيرة وقد اشتهر هذا المكان بتدفق مياه الساخنة من الصخر في فترات من السنة وفجأة اشربت عنقنا وتعلقت عيوننا بمشهد غريب لم نألف طائر ضخم ينقض بزرحة جنونية على أوزة الرمادية كانت تسبح هانئة على سطح الماء ثم يعلو بها فقال أحدنا مسكينة لقد وقعت فريسة بين مخالب هذا النسر عندئذ وضح المعلم ليس نسرا يا هاني بل سقر يزور المحمية بانتظام وهو أسرع قناص تفق سرعته 200 كم في الساعة في حال الإنقضاض ويتغدى بما يصطده من الطيور والحيوانات الثديية الحية السقر يأكل الطيور والطيور تعيش بدورها على الديدان والأسما وهكذا تستمر الحياة في الطبيعة يا بني قال المعلم ذلك ثم نظر في ساعته مضيفا لقد صرفنا من الوقت المخصص لهذه الجولة الاستكشافية نصفه في الحديث عن فريق الطيور فقالت بشرة توجه اختمامنا الآن إلى ملف فريق النباتات قضى الأطفال رفقة معلمهم جولة رائعة ومفيدة عادوا بعدها سعداء وقد تزودوا بمعلومات ستسمح لهم بإعداد ملفات تعرف بمحمية إشكل أولا أكتشف أقرأ المقطع الآتي وفي اليوم الموعود قصدنا المكان وفي أذهاننا أسئلة أحاول أن أتوقع الأسئلة التي فكر فيها التلاميذ قبل الخروج إلى الرحلة ما هي محمية إشكل على ماذا تحتوي وأين تقع ثانيا أتفاعل مع النص قدم المعلم المكان لتلاميذه أقرأ المقطع الذي يدل على ذلك قراءة منغمة توقفت الحافلة في مأوال السيارات فنزلنا مسرعين لنكتشف البحيرة قال معلمنا هذه الحديقة من أشهر المحميات في العالم لأن الطيور المتنوعة التي تحط بها كل سنة تأتي من بلدان بعيدة وضطن إلى جانب الطيور المقيمة كامل فصل الشتاء في مياه البحيرة وقد اشتهر هذا المكان بتضفق مياهه الساخنة من الصف في فترات من السنة ثانيا أشفق أحد الأطفال على الأوزة الرمادية فماذا قال أقرأ هذا القول قراءة معبرة مسكينة لقد وقعت فريسة بينما خلي بهذا النصر ثالثا تدخل المعلم في أكثر من مناسبة اذكر عددها وسبب كل تدخل ثلاث مرات تدخل بها المعلم المرات الأولى ليعرف بالمحمية الثانية ليصحح لأحدنا خطأه والثالثة لينهي الحديث حول الطيور رابعا هل حققت الرحلة أهدافها؟ أي جوابك بشواهد من النص؟ نعم حققت الرحلة أهدافها قضى الأطفال رفقة معلمهم جولة رائعة ومفيدة عادوا بعدها سعداء وقد تزودوا بمعلومات ستسمح لهم بإعداد ملفات تعرف بمحمية إشكال ثالثا أبدي رأيه أشار المعلم إلى أن ما قام به السقر عمل طبيعي هل تشاطره الرأي؟ لماذا؟ نعم لأن الحيوانات تتغذى على بعضها والبعض منها يتغذى على النباتات وهذا ما يسمى بالسلسلة الغذائية